احباط محاولة تسلل المليشيا الحوثي وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية جراء قصفهم للأحياء السكنية زيارات عسكرية متواصلة للجبهات وتقرير حقوقي يرصد نحو 4300 انتهاك حوثي في صنعاء ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء غارات الاحتلال الاسرائيلي على غزة وجهود متواصلة للتهلئة الثامنة ونصف بتوقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم تكبدت المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية في جبهات الحديدة بالساحل الغربي جراء خروقاتها وافاد مصدر عسكري أن وحدات من القوات المشتركة خاضت اشتباكات بمختلف الأسلحة التقيلة والمتوسطة في قطاع دريهمي انتهت بقتل وجرح في صفوف المليشيا الحوثية وإخماد تحركاتها وأضاف المصدر أن وحدات الاستطلاع رصدت تعزيزات للمليشيا في قطاع كيلو 16 وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح بالسلاح المناسب أوقع خسائر في صفوف الحوثين وبالتزامن وجهت وحدات القوات المشتركة في جبهة الجبلية ضربات مركزة على تقنات وأوكار للمليشيا عقب رصد تحركات مكتفة ومحاولات تسلل صوب خطوط التماس وحققت الضربات إصابات مباشرة في صفوف المليشيا الإرهابية ضعفت خسائرها جراء خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية وفي حيث لقيا ثلاثة عناصر من المليشيا الحوثية مصرعهم على يد وحدات القوات المشتركة شمال غرب المدينة وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن جبهات القتال شمال غرب مدينة حيث شهدت مواجهات فجر اليوم إثر محاولة مجاميع من مسلحي مليشيا الحوثي التسلل لاختراق خطوط التماس ولكن دون جدوى ولقي ثلاثة حوثيين مصرعهم وجرح آخرون على أيدي القوات المشتركة خلال المواجهات فيما لاذت بقية عناصر المليشيا بالفرار بشكل جماعي دون تحقيق تقدم يذكر ذلك فتحت مليشيا الحوثيين نيران أسلحتها على الأحياء السكنية في مدينة حيث جنوبي الحديدة مصادر محلية أفادت أن المليشيا استهدفت الأحياء المكتبطة بالمواطرين الواقعة شرق مركز مدينة حيث وضافت المصادر أن المليشيا استخدمت في استهدافها الأسلحة الرشاشة مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط سكان المدينة وكانت المليشيا الحوثية قد تلقت مساء أمسن الاثنين خسائر بشرية في صفوف عناصرها على أيدي القوات المشتركة في جبهة القتال إترى محاولتها تنفيذ عمليتي تسلل شمال وشرق مدينة حيث استشهد وجرح تسعة وثلاثون مدنيا من إيران مليشيا الحوثي في أقل من شهرين في مناطق الساحل الغربي وفق مصدر في المستشفيات والمراكز الطبية بالمناطق المحررة وذلك منذ بداية أبريل الماضي إلى منتصف مايو الجاري حجمات عدوانية تشنها مليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المدنيين في مناطق الساحل الغربي مخلفة أكثر من تسعة وثلاثين بين شهيد وجريح جلهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال مصادر طبية أفادت باستجهاد وإصابة تسعة وثلاثين مدنيا بالنيران الحوثية في الفترة الممتدة منذ بداية شهر إبريل الماضي إلى غاية ستة عشر من مايو الجاري بينهم ثمانية عشر طفلا وإمرأة وستخدمت الميليشيا الحوثية وسائل قتل مختلفة في الاعتداءات على الأبرياء منها القصف وزراعة الألغام حيث قتلت تسعة مدنيين بينهم أربعة أطفال وإمرأة من ضمنهم سبعة مدنيين قتلوا جراء انفجار الغام وعبوات نسفة زراعتها الميليشيات واستشهد اثنان من المدنيين بشضايا غذائف أطلقها الحوثيون واحدة منها أطلقت من طائرة حوثية مسيرة استهدفت سوقا شعبيا في منطقة الطائف بمديرية الدريمي جنوب محافظة الحديدة وطبقا لذات المصادر فإن ثلاثين مدنيا بينهم عشرة أطفال وأربع نساء تعرضوا للإصابة موضحة إن أحد عشر مدنيا منهم أصيبوا بشضايا قذائف هاون وتسعة آخرين بانفجار الغام وعبوات نسفة وخمسة أشخاص بطلق الناري ومثلهم بقذائف من طائرات مسيرة وكان ثمانية عشر مدنيا بينهم خمسة أطفال وأربع نساء سقطوا شهداء وجرحى بن إيران الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بساحة الغربي خلال شهر مارس الماضي تفقد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء أحمد جبران وأمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل القوات الحكومية والمقاومة في جبهة القتال بالأطراف الشمالية الغربية لمحافظة مارب للاطلاع على أحوالهم وعلى سير العمليات القتالية ضد الميليشيا الحوثية واطلع جبران وجميل خلال الزيارة على ما يسطره الأبطال من ملاحم خالدة وما تتكبده الميليشيا الحوثية من خسائر فادحة في العتادي والأرواح على امتداد مسرح العمليات القتالية أن ثبات وصمود أجل الجيش الوطني في هذه القطاعات قد كسرت أحلام وأوهام الميليشيا الحوثية من أن تصل إلى أهداف ومن هنا من جبال الكسارة أوجه رسالتي للميليشيات الحوثية الكهانوتية وأوجه رسالتي للآباء وأمهات المغرر بهم هؤلاء أولادنا وأبنائنا لا نريد لهم الشر عليهم أن يمسقوا أولادهم وأن لا يصدقوا أحلام وأوهام الحوثيين فهنا الكسارة لكسر جماجمهم وجماجم ميليشيات إرلو في خضم المواجهات والتمادي الحوثي في استهداث المدنيين والنازحين في محافظة مارب كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن برنامج الغذاء العالمي يحرم الآلاف من المساعدات يفاقم معاناة الأسر النازحة رغم تصعيد ميليشيات الحوثي باتجاه محافظة مارب واستهدافها المتواصل للمدنيين والنازحين في المخيمات كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة عن إقدام برنامج الأغذية العالمية بإسقاط أسماء آلاف النازحين من قوائم المستفيدين من الحصص الغذائية الشهرية منذ مارس الماضية وبالتأخر في صرف الحصص المخصصة للنازحين والمحتاجين في مأرب لشهري مارس وإبريل الماضيين اتهمات الوحدة المسؤولة عن أوضاع النازحين جاءت في بيان على استفسارات من السلطة المحلية الحكومية التي قالت بأنها تلقت شكاوى من النازحين والسكان تفيد بتأخر صرف حصصهم الغذائية للشهرين الماضيين والتي يقدمها برنامج الغذاء العالمي في ظل الترد الكبير للأوضاع المعيشية للنازحين جراء التصعيد الحوثي الأخير وكشفت الوحدة التنفيذية بأن مكتب برنامج الغذاء العالمي في مأرب يعمل منذ منتصف عام 2020 من دون صراحيات وما زال يتلقى التوجيهات والأوامر من مكتبهم في صنعاء الخاضع لسلطة ميليشي الحوثية وأن هذا يعد من أهم العوائق الإنسانية التي تواجه النازحين والمحتاجين وتعمل على تأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقها يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد طالبت المنظمات الأممية أكثر من مرة بنقل مقارها الرئيسية إلى مناطق سيدرتها بعيدا عن صدوة ميليشي الحوثي في صنعاء التي تفرض قراراتها التعسفية على المنظمات الأغافية وتقوم بنهب الغذاء من أفواه الجيع خصوصا بعد أن كشفت دراسة البنك الدولي أن معدل تغضية البرامج الإنسانية مجتمعة في اليمن تكفي لتغضية الشعب اليمني بأكمله في حال استخدمته بشكل صحيح وعادل كشفت تقرير حقوقي عن رصد نحو 4300 حالة انتهاك للميليشيا الحوثية في أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقال مدير حقوق الإنسان بالأمانة فهم الزبيري خلال فعالية إشهار تقرير انتهاكات ميليشيا الحوثي في أمانة العاصمة خلال الربع الأول من العام الجاري إن جرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية في أمانة العاصمة خلال الربع الأول من العام الجاري 4273 حالة انتهاك واتقى تقرير حقوقي رسمي صدر عن مكتب حقوق الإنسان في الأمانة في وقت سابق ارتكاب الميليشيا الحوثية 21422 جريمة وانتهاكا في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها خلال العام الفائت ارتفع عدد ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 227 شهيدا بينهم 64 طفلا وأكثر من 1620 جريحا وسقط الأربعاء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الجوي والبري والبحري سبعة شهداء وأكثر من ستة جرحة فقد قتل فلسطيني وجرح ستة آخرون في قصف بالمدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة في الظهر وفي الصباح سقط ستة شهداء فلسطينيين في غارات لقوات الاحتلال التي شملت خان يونس ورفح ومدينة غزة ومواقع أخرى ومن بين الشهداء امرأة وصحفي وشخصان لقياحت فهما عندما سقطت ما تصفه قوات الاحتلال بالصواريخ التحذيرية على شقتهما في قطاع غزة ونقل عن مسؤولين كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم حثوا الحكومة على الموافقة على عمليات اغتيال تستهدف كبار أعضاء حماس ومنهم رئيس أركان جناحها العسكرية محمد ضيف خلال الساعات المقبلة وأوضح مسؤول عسكري لصحيفتها آراتس أن اتفاق هدنة متوقع الخميس وكان عدة مسؤولين إسرائيليين قالوا خلال الساعات الماضية إنهم ماضون قدما في الهجوم على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأوضح متحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية إن أكثر من 3450 صاروخا أطلقت من غزة بعضها أسقطه نظام القبة الحديدية الدفاعي وبعضها لم يتجاوز الحدود في غضون ذلك قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن العمل منصب حاليا على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وخطاع غزة ومن ثم الدخول في عملية سياسية جدية مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق السلام دون القدس وأضاف محمود عباس في كلمة مسجلة أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي حول التصعيد الإسرائيلي أن الدخول في عملية سياسية جدية يكون بمرجعية دولية واضحة تفضي إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وجدد أبو ماز تمسكه بمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمم العربية المتعاقبة منذ قمة بيروت عام 2002 في السياق أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إنه ينتظر تراجعا كبيرا للتصعيد تمهيدا لوقف إطلاق النار وجاءت التصريحات بعد اتصال قال البيت الأبيض إنه الرابع بين الرجلين خلال عشرة أيام وصلت السلطات المصرية اليوم الأربعاء فتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحة والمصابين القادمين من قطع غزة ولإدخال المساعدات إلى القطاع بتوجيهات من القيادة السياسية وأكدت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر إنه تم افتتاح المعبر من الجانب المصري استثنائيا لليوم الرابع على التواليه وذلك لاستقبال الجرحة والمصابين القادمين من قطع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع وأشرت المصادر إلى تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحة والمصابين ومرافقهم للعلاج في المستشفيات المصرية لافتة إلى أنه قد تم تشغيل المعبر يوم الأحد الماضي حيث تم إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع ويتفاقم الوضع الإنساني في فلسطين جراء تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلية من ضرباتها الجوية وقصفها للمباني السكنية واستهداف المدنيين الذي راح منهم أكثر من 220 شهيدا منذ التصعيد العدواني الأخير في ظل مطالبات أممية بإنهاء فوري للعنف في فلسطين المحتلة وقع إنساني بات على المحك في قضاع غزة بعد تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من غارتها الجوية وقصفها للمباني السكنية والتي تسببت في نزوح أكثر من 50 ألف فلسطيني إلى المدارس هربا من الموت خصوصا أن القضاع الصحي ما زال على حافة الانهيار وغير قادر على مواجهة الوضع الحاصل في غزة إزاء ما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازر يومية وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن 50% من الأدوية الأساسية و25% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم نفدت من المخازن في قضاع غزة وحملت وزارة الصحة إسرائيل المسؤولية عن أزمة الأدوية جراء منعها دخول كميات الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة ومنع وصول الوفود والقواف الألغاثية في إضار الحصار الذي تفرضه على القضاع وتواصل النقل الدور المحوري والتحركات الدبلوماسية التي تلعبها مصر منذ الساعات الأولى لإيقاف العدوان الإسرائيلي وبعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح المعبر الحدودي لإيصال الجرحى من غزة إلى المستشفيات في مصر ولتدفق المساعدات الإنسانية تعهد الرئيس السيسي مؤخرا بتقديم 500 مليون دولار لعادة إعمار غزة كما قدم 65 طن من المساعدات الطبية لأبناء الشعب الفلسطيني وصعدت قوات المحتلة من هدم المباني ومارست كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسة الشرقية موقعة خسائر بشرية يومية بالعشرات إضافة إلى قطعها لكل الطرق المؤدية إلى المستشفيات واستهدافها للطواقم الطبية مما حال دون إيصال خدمات إنقاذ الحياة وإسعاف المصابين تحت الأنقاض ومنذ بداية العدوان الأخير على غزة استجفد 122 شهيدا من بينهم 31 طفل ولتزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ضرباتها الجوية وتستادف المدنيين العزل بكافة أشكال العداء المتعمد بالرغم من مطالبات خبراء أمميون بإنهاء فوريا للعنف في فلسطين المحتلة مستمرة للنشرة وفيها بعد الفاصل 165 مليون إصابة بفيروس كورونا والوفيات اليومية في الهند تتجاوز 4500 شخص المترجم للقناة المترجم للقناة في الضالع تم تنفيذ حملة رش ضبابي لمكافحة الأوبئة في حبيل الغادني المنادي وفي إطار جهود الحد من تفشي الأوبئة وتكاثر البعوض وتأتي هذه الحملة بعد سقوط أمطار غزيرة أدت إلى تكون أو لتكون هذه المنطقة حاضنة لتكاثر البعوض والحشرات المسببة للأوبئة الأمر الذي دفع المحافظة وفي إطار الجهود المبدولة للحد من تفشي الأوبئة الفتاكة وتكاثر البعوض والحشرات الناقلة لها وذلك للقيام بعملية الرش ضبابي بهدف القضاء على مسببات الأمراض وكإجراء وقائي من الأوبئة الفتاكة القاتلة أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وضاء كورونا تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس التاجي في ثلاث محافظات وأفادت في حسابي على تويتر أن أربع إصابات سجلت في تعز واثنتين في عذن وواحدة في شبوة وتم تسجيل حالة وفاة واحدة 48 حالة شفاء في حضر موت يصبح إجمالي الحالات المؤكدة 6593 منها 1298 وفاة وثلاثة آلاف ومئة وعشرون تعاف موسيقى 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 وعالميا يتجاوز المصابون بالفيروس التاجي حاجز 165 مليون شخص في وقت يشهد العالم موجة جديدة من الوباء أدت لعودة عدد من الدول إلى تجديد الإجراءات وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 وصل إلى 165 مليون شخص وثلاثمائة وخمسة عشر ألف فيما تجاوزت الوفيات ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرين ألفا ووصل عدد من تم شفاءهم من المرض إلى أكثر من مائة وأربعة وأربعين مليون وثلاثمائة وخمسة وستين ألف شخص أكدت وزارة الصحة الهندية أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 بلغ نحو خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف بعد تسجيل مائتين وسبعة وستين ألفا وثلاثمائة وأربع وثلاثين إصابة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة في نفس الوقت ارتفع عدد الوفيات إلى مائتين وثلاثة وثمانين ألفا ومائتين وثمانية وأربعين بعد الإبلاغ عن أربعة ألاف وخمسمائة وتسع وعشرين حالة وفاة جديدة وهو أعلى عدد يومي يسجل للوفيات حتى الآن وفي محاولة لتسطيح منحن حالات كوفيد-19 فرضت معظم الولايات في البلاد حضرة جوال ليلي وإغلاقا جزئيا أو كاملا وحتى الآن تم إعطاء أكثر من مائة وخمسة وثمانين مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد منذ أن بدأت الهند حملة التطعيم على المستوى الوطني في السادس عشر من يناير يأتي ذلك في وقت عززت فيه الحكومة الاتحادية مرافق اختبار كوفيد-19 حيث تم إجراء أكثر من 320 مليون اختبار حتى الآن ذكرت شبكة سي بي أس الوطنية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تصدر أي تلقاحات مضادة لبيروس كورونا حتى الآن إلى الدول أو لم تصدر إلى الدول الأخرى المحتاجة متخلفة بذلك عن روسيا والصين في الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 وقالت الشبكة إن أمريكا طلبت من أو ما يكفي من اللقاحات لتحصين سكانها مرتين في حين لا تزال العديد من الدول الأخرى تكافح لتأمين ذلك مضيفة أن العديد من الدول التي تكافح من أجل الحصول على اللقاحات تحولت إلى قوى عالمية أخرى مثل الصين وروسيا لتأمين جرعات وقامت الولايات المتحدة التي يمثل سكانها حوالي 4% من سكان العالم بتخزين حوالي مليارين وستمائة مليون جرع من اللقاحات أي ربع الإجمالي العالمي وفي النشرة أيضا دراسة اقتصادية تكشف أن ربع مؤسسات الأعمال في اليمن تغلق أبوابها بسبب الحرب ترجمة نانسي قنقر رصدت لجنة الحقوق والإعلام في محافظة الجوف 8998 انتهاكا بحق التعليم في المحافظة خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى مارس من العام الجاري ما يكشف حجم الانتهاكات التي تتعرض لها العملية التعليمية في اليمن تعرضت العملية التعليمية في اليمن منذ أواخر سبتمبر من العام 2014 لجملة من الانتهاكات والاحتداءات من قبل مليشيا الخذية تقرير لفريق الرصد في محافظة الجوف رصد 8898 انتهاكا بحق التعليم في المحافظة خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى مارس من العام الجاري الانتهاكات تنوعت بين قتل واعتداءات وتعذيب واعتقالات وتجنيد للأطفال ونزوح وتشريد التربويين وحرمار الطلاب من التعليم وتفجير منازل المعلمين والمدارس واقتحام ونهب للمؤسسات التعليمية وقد بلغت حالات القتل تسع حالاته استهدفت حياة التربويين ووصل عدد حالات الاعتداء الجسدي والتهديد 174 حالة فريق الرصد سجل أيضا 750 حالة اختضاف وإخفاء قسرية و25 حالة تعذيب وحشي في سجول الميليشيا الحوثية و463 حالة نزوح وتشريد قسري للتربويين وتفجير 17 منزلا للتربويين والمعلمين ميليشيا الحوثي وصلت التعسفات والفصل الوظيفي بشكل مستمر في حق المعارضين لها في محافظة الجوف حيث تم تسجيل 1340 حالة فصل وتعسف وظيفي وإقصاء ممنهج وتهديد بالفصل وإحلال كوادر من سلالة الجماعة الحوثية والموالين لها أما حالة الاقتحام التي ضالت المنشآت التعليمية فقد بلغت 176 فيما عشر حالات تفجير وإحراق للمدارس والمؤسسات التعليمية و181 حالة استخدام للمدارس ومؤسسات التعليم في الأعمال العسكرية ومخازن الأسلحة وبلغت حالات التجنيد للأطفال دون السن القانونية 394 ووصلت حالات نهب المساعدات الإغاثية 634 انتهاكات الحوثي لم تقف عند هذا الحد بل إن فريق الرصد سجل 433 فعالية وأنشطة ثقافية لضمس الهوية الوضنية تنوعت بين تحريف للمناهج التراسية وإجبار الطلاب والمدرسين على المشاركة في الفعاليات الطائفية التي تنظمها ميليشيا الحوثي الإرهابية ما بين الحين والآخر تلك الميليشيا استغلت المراكز الصيفية للتعبئة والحشد والتحريض على الكراهية حيث بلغت عمليات الانتهاكات والإجبار لحضورها 94 فيما وصلت حالات الجبايات لدعم الحرب والتي تفرضها الجماعة على أولياء الأمور والطلاب في المدارس 224 ووصل عدد الطلاب الذين حرموا من التعليم 3867 طالب وفي الملف الاقتصادي دراسة اقتصادية تكشف أن ربع مؤسسات الأعمال أغلقت أبوابها بسبب الحرب والتعسفات الحوثية واللجنة الأمنية في المهرة تقر آلية لضبط عمل محلات الصرافة وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليمنية جولة اقتصادية جديدة وتتركز على الشأن المحلي حيث أكد خبراء اقتصاديون أن ما تقوم بميليشي الحوثي ضد الاقتصاد الوطني يأتي وفق خطة مدروسة تستهدف التجار والمستثمرين الذين لهم حصتهم في السوق بضرب وتشوي أنشطتهم وإيقافها لصالح تجار ومستثمرين جدود من سلالتها ويتعرض التجار وأصحاب العمل لابتزاز من قبل الميليشيا منذ سنوات ويدفعون الجمارك مرتين والضراء بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون فضلا عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية وكشفت دراسة اقتصادية أن 26% من مؤسسات الأعمال قد أغلقت أبوابها وخسرت أكثر من 70% من قاعدة عملائها في مناطق سيدرة ميليشي الحوثي نتيجة تعسفاتها الممنهجة وأضفت الدراسة أن القضاء الخاص الذي كونت ميليشي الحوثي من الدخلاء على قضاء المال والأعمال ينشطون في الأعمال التي تتمحور حول المساعدات الدولية مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والتجارة في التبغي والعملة والوقود والسلاح والعقارات أقارة اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة بتعاون مع فرع البنك المركزي بالمحافظة وضع آلية لضبط عمل لمحلات الصرافة وإلزام الصرافين بالقرارات الصادرة عن البنك منعا للتلاعب بالعملة الوطنية يأتي هذا عقب انتشار ظاهرة فتح محلات الصرافة المستمرة بصورة متسارعة في المحافظة وطبيعة المخاضر المترتبة وانعكاسات على وضع الاقتصادي والمعيشي الوطني والمواطن وطالب مدير فرع البنك المركزي بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإغلاق محلات الصرافة التي تعمل بدون تراخيص وإحالتها إلى الجهات المختصة للمحاسبة تشهد أسعار المعدن النفيس تراجعا في الأسواق اليمنية بالتوازم عن هيئر العملة الوطنية حيث تراجع سأل الجنيه الذهب في صنعام ما بين 248.500 ريال للشراء و252.500 ريال للبيع فيما تجاوز سأل الجرام من عيار 21 سقف 30.000 ريال خلال عملية الشراء والبيع بينما يباع الجرام من عيار 18 ما بين 25.800 ريال للشراء و27.800 ريال للبيع وتجاوز سأل الجرام عيار 21 في عدن سقف 45.000 ريال بينما اقترب سأل الجرام من عيار 18 من سقف 40.000 ريال تشهد أسعار الأسماك في حلقات السماك والإنزال السماك بمحافظة عدن ارتفاعا كبيرا نتيجة ارتفاع أسعار وقود والنقل والثلج حيث ارتفع سأل الكيلو الديرك إلى 12.000 ريال والكيلو السلخة إلى 10.000 ريال فيما وصل سأل الكيلو الثمد إلى 4.000 ريال والكيلو الصابات إلى 4.000 ريال وسأل الكيلو بياض إلى 4.000 ريال وبحسب مصادر محلية فإن ارتفاع أسعار الأسماك يعتار بشكل سلبي على المائدة العدنية التي تعتمد على السماك وحرمة الأغلبية من المواطن من وجباتها الغذائية المفضلة وأخيرا يشك المواطن في عدم ارتفاع أسعار الدجاج الناضج في المطاعم إلى أسعار قياسية حيث تراوح سعر حب الواحدة ما بين 2400 إلى 3.100 ريال للدجاجة الواحدة وعزم ملاك المطاعم ذلك بارتفاع أسعار الدجاج والغاز المنزلي وضعف الرقابة على الأسواق بالتوازم عن هيار ريال اليمني وارتفاع أسعار الأطعمة والمواد الغذائية بشكل غير مسبوق عند زيارتك لمدينة عدن لابد أن تبدأ رحلتك من صهاريجها للتعرف عن قرب على إبداعات وقدرات الإنسان اليمني القديم في تسخير الطبيعة وتطويعها للاستفادة منها ما أن تطئ قدمك مدينة عدن حتى ينتبك الشوق لزيارة أبرز معالمها العجيبة والمتمثلة في صهاريج عدن الفريدة التي يعود تاريخ بناؤها حسب الرواية المرجحة إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد أثناء حكم الملكة سبأ هذا الصرح عمره ما يقارب إلى 3500 سنة بدأت فيه السبأ وانتهت من هذا الصرح حمير ومنها لم يتطور فقط بريطانيا عملت اللمسات الجميلة واللي الآن شاهدها نحن لم نقوم بحيحة إلى الآن تقع صهاريج عدن التاريخية في مدينة كريتر وتحديدا لبواد الطويلة وتعتبر من الأعمال الهندسية التاريخية العظيمة نظام مثالي متكامل لخزن مياه الأمطار حيث أنشأت قديما لتخزين مياه الشرب وتغذية آبار مدينة عدن الجوفية وحماية المدينة من أضرار السيول قدر الباحثون عدد صهاريج عدن حوالي خمسة وخمسين صهرجا وما هو قائم منها حاليا لا يزيد عن ثمانية عشر صهرجا تستوعب لنحو عشرين مليون جالون من مياه الأمطار تحفة معمارية بديعة نحيتت في الصخري متصلة بعضها ببعض على شكل سلسلة مشيدة يحرص الكثير من الزوار المحليون والسياح العرب والأجانب القادمون لمدينة عدن على زيارة هذه الصهاريج والتعرف على إبداعاتها الفريدة رافد اقتصادي أيضا داخل الدولة بيكون أيضا من العملة الصعبة ومن الله العملة الليمينية نحن اليوم جانا لصهاريج عدن والجو ما شاء الله ممتاز أولا قابل كل شيء يعني كل عام أنتم بخير كان بالأمس يأتي إلى ستة ألف ممكن نقول هو أكثر من زوار الأجانب كانت مواخر تأتي إلى عدن وطائرة الآن لا شيء لأنه دخلنا في محاكات لا المصلحة الوطن ولا المصلحة هذا الشعب اليوم أتينا إلى صهاريج تاريخ عدن أقينا نشوف الأمطار والقول المليح بالصهاريج عدن كريثر وكغيرها من المنشآت السياحية والتاريخية تعاني صهاريج عدن من إهمال واضح من قبل السلطات والجهات المعنية وتحتاج لمزيد من الاهتمام والعناية والمحافظة عليها كمعلم تاريخي وآثري فريد نتمنى أن تقوم الدولة بإشراف كامل على الترميم والجهات المسؤولة والمتخصصة في هذا المجال لم يقوموا فيه سواء أنهم قلعوا العشقار وما جابوش البدين عملوا تخريب مش صح لم يقوموا بأي عمل ترميم إلى الآن ونحن أما معيننا نشاهد للأسد السديد نلفت الحكومة والأي مواطن وأي مقتدر في إنسبة للصهاري يهتموا فيها لأن هذه تراثنا ونحافظ على الأسد ما نستطيع والعشوائية اللي فيها يعني حاجة يعني واحد يلدم على التراث هذا كلها عشوائية لأخذ الموقع هذا ونحن الحكومة أن تهتم في الموقع هذا الأثري لأنها مكان سياحي ممتاز جدا لها العجن وغير العجن نتمنى من الحكومة نتمنى من أن تهتم بحاجة تاريخية عدن كريتر ما يش معانا قضي حاجة لا صارق حاجة مليحة بعدن شما به هواء ويأتوا الناس إليها هكذا تفنن الإنسان اليمني منذ القدم في فن العمارة والتشيد لتظل بصماته وبراعته شاهدة لعظمة الإنسان اليمني على مر التاريخ والسنين في الختم تذكر بأبرز العناوين إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوتي وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية جرى قصفهم للأحياء السكنية زيارات عسكرية متواصلة للجبهات وتقرير حقوقي يرصد نحو أربعة آلاف وثلاثمائة انتهاك حوثي في صنعاء ارتفاع عدد الشهداء والجرحات جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وجهود متواصلة للتهديا لقاؤنا في الحادي عشر ونصف على خير في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة